ايه اللي عملتوه في التلات ايام يقول لنا انه اللي جاي افضل اللي جاي افضل من ناحية اه من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية ومن ناحية اجتماعية ومن نواحي كتير بس اهم اشارة تعنيني وتهميني انه اللي جاي افضل فيما يتعلق بوعينا في اداءنا للممارسة السياسية او للاداءنا للمشاركة السياسية بمعنى لما حضرتكم في انتخابات اليومين دول وتقريبا ما فيش منافسة تذكر ما بين الاثنين مرشحين مرشح له كل الشعبية له كل الجماهرية له كل الحظوظ والفرص في الفوز ومرشح مع كامل الاحترام له موسى مصطفى موسى تقريبا فرصه منعدمة في الفوز ولما يكون الوضع مستقر وهادي الحمد لله الحمد لله في وطن حصلت فيه مرحلة من اهم مرحله وهي مرحلة تثبيت الدولة وحضرتكم تنزلوا بالعدد ده وبالكثافة دي وبالوعي ده ده يخليني مطمئن جدا على المشاركة السياسية القادمة سواء في الانتخابات المحلية او انتخابات البرلمانية او الانتخابات الرئاسية القادمة اللي هتبقى في عام 2022 لما تبقى المنافسة موجودة وبقوة ولما يكون فيه جو الوطن بيستدعينا فيه وبينادينا فيه علشان نلبي الندى فانزلتوا ب23 مليون والدنيا مريحة فما بالكم لما تكون الانتخابات محتدمة وساخنة والمنافسة حقيقية هتعملوا ايه عشان كده بقول لحضراتكم انه واضح ان احنا تعلمنا الدرس واي حد من النهاردة اي حد من النهاردة اي حد ايه من النهاردة حيتكلم كلمة عن وعي المصريين او مشاركة المصريين السياسية او فهم المصريين للسياسة او نضج المصريين في الممارسة السياسية او ديمقراطية مصر والمصريين مش انا في 23 مليون سباع حيتدب في عينه لا لا انتوا عافين انا ما بايلش هذا بي 23 مليون سباع اللي اتغمس في الحبر الفسفوري اللي اتغمس في الحبر الفسفوري 23 مليون سباع دول هم نفسهم 23 مليون سباع اللي حيتحطوا في عين اللي يتكلم عن فهم المصريين للديمقراطية ووعي المصريين للديمقراطية والانتماء الوطنية ومشاركة المصريين السياسي